تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية هذا الأسبوع في عملية استباقية من حجز 1047 قطعة من المخدرات الصلبة مهيئة للترويج وكمية من الكوكايين مقدرة بـ 7.38 جرام بالإضافة إلى مركبة مخصصة للنقل مع توقيف ثلاث أشخاص مجتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 24 إلى 31 سنة ينشطون في إطار شبكة لترويج هذه السموم قدموا أمام الجهات القضائية نتائج هذه العملية جاءت إثر استغلال معلومات حول تواجد أشخاص ينشطون في مجال ترويج الممنوعات بمدينة أولى الجلال أين باشرت قوات الشرطة تحريات معمقة في الموضوع بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية بما فيها الحصول على إذن بتفتيش أحد المساكن التدخل الفعال لأفراد الضبطية القضائية مكن من حجز إجمالي 410 قطع من المخدرات الصلبة نوع إكستازي وكمية من الكوكايين بوزن 7.38 جرام بالإضافة إلى توقيف شخصين مجتبه فيهما وحجز مركبة التحريات المتواصلة في قضية الحال بما فيها القيام بتمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات الشمالية بعد إذن النيابة المحلية مكنت من توقيف شخص ثالث مع حجز 637 قطعة أخرى مهيئة للترويج عناصر الضبطية القضائية وبعد الاستفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة قدمت المشتبه فيهم أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال عن قضية حيازة مخدرات صلبة بطريقة غير شرعية لغرض البيع والتهريب